استقبال فخمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة العالمين للشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة ودار هذا اللقاء الأخوي ما بين الرئيسين واللي تم من خلاله تأكيد ومتانت وقوة العلاقات المتميزة ما بين البلدين الشقيقتين وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز كل الأطر وقاليات التعاون المشترك ما بين الدولتين في اللي انت بقى يجي على بالك مجالات اقتصادية التنموية كل ما هو متعلق بتحقيق تطلعات طموح أحلام الشعبين المصري والإماراتي تم المناقشة فيه من خلال هذا اللقاء الأخوي كل ما يبعث على الاستقرار والازدهار تم بحثه كمان بحث الرئيسين الحقيقة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وده طبيعي جداً يمكن احنا شايفين أحوال العالم حوالينا ما هياش ولا بد يعني أو ما هياش كما يجب إلا أنه نجد من خلال هذا اللقاء الأخوي ما بين الرئيسين تطابق الرؤى بخصوص إيه بقى؟ أهمية تكثيف العمل العربي المشترك علشان نقدر نواجه التحديات اللي حوالينا في المنطقة وفي العالم كمان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في مدينة العالمين جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل مملكة البحرين وتناول الزعيمين العلاقات الأخوية على مختلف الأصعيدة ما بين مصر والبحرين سياسياً واقتصادياً وتنموياً طيب العلاقة ما بين البلدين الشقيقين بترتكز على دعائم أخوة وثقة تاريخية ده يحقق أيضاً نفس التطلعات ما بين الشعب المصري والشعب البحريني المزيد من التقدم المزيد من البناء المزيد من التنمية وبطبيعة الحال استعراضوا عدد من الأضايا والتطورات الإقليمية والتطورات الموجودة على الساحة الدولية تم تبادل وجهات النظر والرؤى في هذه الشؤون واتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ملك البحرين على تكثيف التنسيق ما بين البلدين الشقيقين والدفع نحية استمرار العمل المشترك لتعزيز الأليات المشتركة للعمل العربي ككل يا سادة يا كرام العرب واحد ولن تشوب أي شائبة العلاقات العربية العربية مش بقولك بقى المصرية العربية 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 العالم ينظر لهذه المنطقة باعتبارها المنطقة الأكثر واعدية خد بالك الأكثر واعدية لو حصل أي شوائب من عدم الاستقرار في أي بلد عربي هتلاقي الزعماء العربة على طول بيشتغلوا على ضرورة الحل السريع والمباشر